اعتصامة ذي المعنى ها وكيفاش تشوفوا حل يا انو اعتصام من جمش كنا نجمو نتفدوها كيفاش؟ كنا نجمو نتفدوها باعتبار انو اللي سار شنوه هو اللي سار محتاج حتى حد محتاجت تقريبا كتلة النهضة ثم معاها كتلة ائتلاف الكرامة والوقت اللي تجي تشوف الفحو الاحتجاجي يقولك المكان متاع رئيس اللجنة ومساعدها مقاررين اللي معاها ونايب الرئيس هذا كيمثل اللجنة ولا يمثل كتلة او شخص او نائب هذي بشو خلينا يكونوا واضحين وصورة حامة بعضنا اجراءة العادة انو يتم التعامل بذلك الشكل معنتها النائب كيف يكون في مقعد رئيس لجنة او نائب رئيس او مقرر او مقرر مساعد لا يمثل نفسه وان ما يمثل اللجنة بتركيبتها 22 اللي هي تركيبة فيها الكتل الكل وهذا يعليش كل احنا في الدفس الجلسة نهارتها القانون اللي قبله سعياذ اللومي رئيس لجنة المالية عمل مداخلة في القانون المتعلق بالقرض اللي تحصلت عليه الشركة الكهرباء والغاس كيف خذال كلمة هز وراقه ملفاته وتنقل للمكان متاعه العادي في كتلته وتحدث بصفتي هي كنائب عضو في مجلس الواب الشعب عن كتلة قلب تونس كيف يتكلم في المقعد اللي كان فيه هو سيلزم اللجنة بشكل معنتها آلي قلنا نتفديه ورئيس الجلسة طلب منها بكل لطف والمداخلة هيك موجودة وشفناها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش الطريقة لحكا معها أسرت وتمسكت مش أنها ترفع الشعار للهين بعد حاولت تلخص العملية وكاننا في سورة برجيبة أنا أكد لك سورة الزعيم برجيبة بستثلات يلا في الكرامة وشوية من حركة ناظك وتال أخرى حتى واحد ما كان عنده مشكل أنه تقعد سورة الزعيم برجيبة لأنه مشترك للناس الكل إلا للكتلتين المفروض هما سورتوا للكتلة هذيك هي اللي احتجت على أمل أخرين فما شعار ترفع أعتبرتها استفزاز هو الشعار ما نعرش عليش بعض الكتل في حين أنه زد رفع شعار رابعة في البرلمنت تعتبروا الكتل أخرى استفزاز تبقى الحال وحتاجين عليه وفما شعارات أخرى كانت ترفع وحتاجين عليها وغدوة زدقانة هذه ما نحبهاش تكون سابقة مع كل احتراماتي للناس الكل أنا غدوة كيف يش نقبل هذا غدوة يلزمني زادة أنا لأنه تلاف الكرامة عنده رياس لجنة يترأس لجنة تنظيم لدارة وحركة النهضة تترأس زوزلجان ما لا غدوة تجيب لي تحط لي الشعارة اللي تحب عليه فيه عملية استفزازية لي وتحب لي نقبل غدوة أنا اللجنة هذيك عضو فيها ماكش أنت اتمثل شخصك أنت يتمثل المجموعة اللي معاك تحب يتمثل روحك بره أقعد في المكان بتاعك عضوك ما تحب غدوة هذا غدوة نجمي وصلنا حتى لي جيك عضو حكومة اللي من حركة الشعبي واللي عبر على الموقف اللي يساعده اللي جاي من التياري واللي عبر على الموقف اللي يساعده دونك تعتبر أنه الاعتصام الاعتصام اللي عملت له كتلة الدستوري الحر غير مبرر أنا أعتقد فيه برشة برشة شفت اليوم أنا طلعت على البيانة بتاعها متحب نعطيك حاجة البطالة بالسبعة اللي حطتهم أنا مساندهم أنا شخصيا كحسون الناس فيه ككوطة الأسلاح معاها في السبعة بطالة أنه مسائلة رئيس البرلمان صوتنا معاه أنه التنديد بالكلام اللي قاله سيف الدين مخلوف أنا معاه التنديد بالكلام اللي قاله سيف الدين مخلوف أنه معنتها تبشي تترجع المشروع القانوني يتعدى في أشغال الجلسة العامة أنا معاه أما 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 شنوه علاش مسائلة الغالوش معاه صوتنا معاه أحنا طلبنا ما فاماش واحد فوق المسائلة تينا نسائل رئيس حكومة وعندي الإمكانية نسائل للوزراء ونسحب منهم الثيقة فمن باب أولى وآخر هني نعمل جلسة حوار وإلا مسائلة رئيس البرلمان لماذا لا طال المساندة لكتلة الدستوري الحر وكأنه فما نوع مناء التحرش شوف شوف وقت اللي تصار تهديدة صارت عليها عملية تهديد وتصفية جسدية هبط تدوينة كاملة ومساندة ومساندة بطلقة لها في المكتب المجلس فما هيكل يتم فيها اتخاذ القرارات احنا للأسف الشديد قاعدين نشوفه في بعض المغالطات وقت اللي تترح الموضوع بتاع المسائلة صوتنا معاه وما نيجي وما عندي حتى مشكل وغضوة بعض غضوة باش نصوت معاه فماش واحد فوق المسائلة ولا رجد الغنوشي ولا غيره كيف كيف الجمعة اللي فاتت جابت لايحة قدمت لايحة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والديبلوماسية التونسية والتضارب المواقف بين الرئاسات وقلنا وقالت الوضعية في ليبيا وقدمت فيها لايحة للتصويت في البرلمان كتلة الأسلاح جات معاه تقديم الليحة وقدمنا لها إضافات على مستوى المقترحات وبعثنا هالا كتابية لأنه احنا سيصير اجتماع رؤساء كتل نتناقشوا كل رئيس كتلة عنده الحق يبادر بمقترح لكن من حيث المبدا احنا معها لايحة اتوحد المواقف الديبلوماسية في علاقة بال اتيلي في الكلامة هو بدو مقترح مشروع لايحة مشروع موقفكم لأه موضوع السياعي فضل